بريطانيا العظمى الحرس الملكي جزء من الجيش البريطاني وهو الحارس الشخصي للملكة الإنجليزية لا يمكن لأي شخص أن يصبح حارساً وليس بسبب معايير الوزن أو لون الشعر فقط يتم تجنيد أفضل جنود الجيش البريطاني لحماية جلالتها بل هذه الخدمة بموجب العقد لأنه في المملكة المتحدة لا توجد خدمة عسكرية إلزامية ولكن يمكن أتبار راتب الحراس متواضعاً تماماً بدءاً من 800 جنيه شهرياً اعتماداً على مدة الخدمة لكن لماذا يوافق أفضل الأشخاص على القليل من المهل؟ الجواب بسيط جداً كل شيء عن المكان في المملكة المتحدة بأكمالها ربما لا توجد وظيفة أكثر بروزاً من حماية المالكة من جميع أنواع المخاطر ولسا فقط يحرصون على مدار الساعة قصر باكينغام وقصر وينسور وقصر هوليرود في اسكتلاندا سانت بل قصر جيمس وكذلك القلعة الشهيرة وبرج لندن كل من هؤلاء جنود النخبة يحملون مدفع الرشاش مع الحرب وفي الليل يغير الحراس زي ما العسكري لزي عسكري بسيط ويستمرون في الخدمة تاريخ الحرص الملكي يعود إلى قرون مضت وبتالي فين دخول هذا الفوج شرف عظيم التاريخ الدقيق لظهور مثل هذه الوحدات في إنجلاطر غير معروفة لكن تم ذكرها لأول مرة في حوليات القرن الثاني عشر والحقيقة المثيرة للاهتمام هي أنه على عكس الحكام الأوروبيين الآخرين الذين كان حرصهم الشخصيين أبناء النبلاء فإن الملوك البريطانيين جندوا المدنيين ربما يعتقد الملوك الإنجليز أنه من الأفضلين يأهدوا بحياتهم للفلاحين الذين لم يشاركوا في مؤامرات المحكمة بشكل جيد وهو أمر منطقي وفي المجموع يجمل تقسيم الأسرة في المملكة المتحدة فوجين سلاح الفرسان المنزلي وخمسة وفواج من حرص القدمين يحرصون حياة الملكة إلى الحرص كولديستوريم والحرص الإسكتلندي والحرص الإيرلندي والحرص الويلزي ويمكن تمييزهم جميعا بزيهم الرسمي ولكن إذا كنا نتحدث عن المشات فهذه المهمة يمكن أن تكون صعبة حقا فكلهم يرتدون معاطفا حمراء وقبعات آلية مصنوعة من الفرو والاختلافات الرئيسية في زي المشات وموقع الأزرار على الزي الموحد ولون السقر على القبعة فهم هذه الخفايا وفن ولكن بالطبع زي الرسمي ليست الصعوبة الوحيدة التي واجهها حرص صاحبة الجلالة بل يجب عليهم أيضا لكون لديهم عصاب فلاذية ربما تكون قد جاءت صورا ومقاطع الفيديو للسياح يقتربون من الحراص ويلتقطون صورا معهم بينما لا يتفاعل الحراص وعلى أي حال حتى لو حاول الشخص التحدث إليهم فلن ينجح لكن لا يمكنك بأي حال من الأحوال تلمس جنود الحرصي أو تقف في طريقهم خلال أي احتفال وبعد كل شي حتى لو كان هؤلاء الناس يشبعون العارضات أو الشخصية من بطاقة بردية فلا تنسى أنهم جنود حقيقي مسلحون بأسلحة حقيقية وبالإضافة للأداء الخال من الواجبات الاحتفالية يظهر الحراص الملك دائما أداء ممتازا في المعركة وهم مدربون جيدا ويمتلكون جميع المهارات اللازمة مثل أي جنود آخرين من أفواج النخبة وزيادة على ذلك شارك موظف الحراص الملكي في جميع الحروب والعمليات القتالية التي شاركت فيها المملكة المتحدة ولذلك حتى لو كان الحرس واقفا فلا تلمسها فهو لا يزال يبدو دمية ضر بالحجم الطبعي وليتكلم أحد أفراد الحراص الملك المناوب في الخدمة أبدا مع السائح أو مع زميله وليس لأنهم جميعا انطوائيون صاميتون بل وفقا للقواعد أثناء الخدمة ليس لجنود الحراص الملك الحق في الدخول في حوار مع بعضهم البعض وبسبب الزي الدافئ وخاصة قبعات الفراء غالبا ما يفقد الحراس واهم وحتى في مثل هذه الحالات لا يمكن مساعدة زملائهم لأن واجب الجنود هو الوقوف ساكنا بالطبع تتم مراقبة حالة الجنود دائما من قبل طبيب جاهز للمساعدة في أي لحظة لكن تخيل فقط أن صديقك لن يكون قادرا على فعل أي شيء على الإطلاق إذا كنت تشعر بسوء قليلا هذه هي القواعد بالطبع لا يمكن للحراص المناوبين التحدث مع بعضهم البعض حتى لو لم يكن هناك أحد وبالمناسبة بالإضافة للمشات فإن سلاح الفرساني يقفون أيضا للحراسة ويفعلون هذا فقط خلال النهار في مكان واحد مما مركز الجنود الواقع في شارع وايت هول لكن خدمة هؤلاء الحراس هي بالأحرى رمزية وبالطبع يمكن أن يكون حراسهم خطيرا جدا خاصة في القرن الحادي والعشرين عندما يكون هناك الكثير من الأسيحة نارية والفرق الآخر بين سلاح الفرساني والمشات وأن حراس الفرساني يغيرون الحراس كل ساعة بسبب حقيقة الخيول على أكس الناس لا يمكن ملوقف دون تحرك لأكثر من ساعة حان الوقت لأن لكي نتحدث عن قبعات الفرع الشهيرة التي يرتديها الحراسة هذه القبعة مصنوعة من فرع الدباب الرمادية في أمريكا الشمالية وتزن حوالي ثلاثة كيلوغرامات نعم ثلاثة كيلوغرامات يجب على الحارس وذو على رأسه وفي نفس الوقت يقف لساعاته تكون قبعة الضباط أطول وأكثر إشراقا على الرغم من حقيقة أنه مصنوعة من فرو الذكر وقبعات الجنود العاديين وذباط الصف مصنوعة من فرو اليناث في السنوات الأخيرة نظم المدافعون عن الحيوانات إجراءة لتواصل مع الحكومة لإستبدال فرو الذب وأول مصميمة أزياء بريطانية رسمية سيلا مارتيني أراد تصميم القبعات الجديدة ولكن الحكومة لديها حجمها الخاص الفراء الطبيعي على أكس الإصطناعي لا يتدهور في أي طاقس ولا يوجد لدى الحراس أي مظلات لكن المدافعين أن الحيوانات يلفتون الانتباه بالسمرار لهذه المشكلة إلى نوحة الأن لا توافق السلطات على تغيير تصميم الزي الرسمي فكل حريز لديه غطاء خاص بها وهذه السمة الفريدة للزي الرسمي تنتقل من الجنود المصرحين إلى المجندين الشباب وتستمر لسنوات بالإضافة إلى وزارة الدفاع تحب أحيانا تجربة محاولة إدخال القبعات المصنوعة من الفرو الاصطناعي لكن مع ذلك أولئي الحراس يشبعون الأشرار والقنادس الغاضبة ولذا فإن كلا الخيارين ليس مناسبين جدا لفوج النخبة عدد الدبابة الرمادية في هذا البلد ومئات الألاف وهناك عدد كبير جدا منهم وإذا توقف الحراس عن الحاجة إلى فرو الدبابة فسوف يصبح عددهم أكبر بالطبع لا يمكننا تجاهل الأوركسترا الملكة تتيج العالم كله بإسمرار باختيارها للمؤلفات الموسيقية على سبيل المثال في عام 2007 خلال زيارة ملك المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة فإن أوركسترا الحراس الويلزي أدى والمسيرة الإمبراطورية من حرب النجوم بدلا من النشيد الوطني يقالوا أنهم في بريطانيا يتمسكون بتقاليد التي عاف عليها الزمن ويمكنك أيضا سماع العديد من الألحان شهيرة الأخرى التي تؤديها الأوركسترا كل فوج لديه أوركسترا خاصة بها وحتى لأن يجنادون النساء فقط في الأوركسترا ولا نعرف ما إذا كان الوضع سيتغير في غضون بضع سنوات ولا تخيل أنك تقف في الحرارة ترتدي قبعة ضخمة وثقيلة جدا مع فرو الدب مع المعطف المصنوع من القماش السميك وطوق ثقيل يستريح بشكل مؤلم على ذقنك ولا يمكنك التحرك والشمس حارة جدا فوقك كل هذا بالطبع صعب التحمل لكن هناك أيضا صعوبات أخرى أكثر من ذلك من الخارج يبدو شكل الحراس مؤثرا جدا لكن يمكننا بالكاد تخيل الجهد الذي يبدلونه لتحقيق هذا الجمال فالواجب لاحتفال اليوم للحراس هو موكب الحراسة يتصعد أمام قصر باكينغام ويجذب هذا المشهد حشودا من السياحة والأوركسترا تعمل لأكثر من ساعة ويقرأ ضبط حراسة الإسسلام بصوت عال وواضح لوائح خدمة الحراسة وبالضبط الذين يساعدون لقولها يكررون ما قيل للجنود من أفواجهم ويرسلونهم إلى مواقعهم بينما ترافقهم موسيقى الأوركسترا يجب أن أقول أن أرضية العرض الصغيرة مما واجهة قصر باكينغام تتضرر حقا من قبل الحراس وفي المتوسط خلال أسبوع واحد يسير الحراس حوالي 1600 كم تقريبا لذلك كل بضع سنوات يجب تغيير أرضية العرض بشكل كامل لجعلها تبدو لايقة ولكن مع كل صعوبات التي وصفناها فإن الحراس يعيشون بشكل مريح للغاية يعيش كل حارسين في غرفة واحدة مع تلفزيون ونظام الموسيقى ووسائل الراحة الأخرى وهناك المزيد حيث لديهم أيضا امتياز خاص لا تتمتع به الوحدة العسكرية الأخرى ومرة واحدة في سنة جلالة الملكة لزبطة ثانية وزوجها الأمير فيليب دوق يقيمان حفل استقبال خاصا حصرية للحراس ويمكن لكل حارس أن يجلب فردا واحدا من أفراد العسرة إلى هذا الاستقبال الجنود الشباب يأخذون أمهاتهم أو زوجاتهم إلى هذه الأحداث وكبار السن يأخذون زوجاتهم ومع كل منهم تجري الملكة محادثة شخصية ترجمة نانسي قنقر